كلمة قصيرة جدا للمتشيعين خصوصا بالنسبة لأحكام الفقهية قبل شوي كان عندنا نقاش مع بعض الخوال المتشيعين يعني كثير منهم يعلم ولكن بعض منهم لا يعلم يعني يكون على الحالة البكرية ما عنده اهتمام بالأمور الفقهية فلما يتشيع لا يرى مثلا وجوب التقليد وحتى وإن كان يرى وجوب التقليد فمثلا لا يهتم بالرسالة العملية لا يرى وجوب قراءة الرسالة العملية لمعرفة الأحكام الشرعية فإذا كلمة قصيرة خمس دقائق حتى ننشر يعني نوصي جميع الإخوة المهتدين الجدد الذين صححوا إسلامهم وتشيعوا لأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أن يتفقهوا في الدين كان أمتنا عليهم السلام أشداء على شبان الشيعة وعلى أصحابهم في هذه المسألة حتى أثر عنهم قول أحدهم كالباقر عليه السلام ما مضمونه ألا ليت السياط على ظهور أصحابي حتى يتفقهوا في الدين فلا يهملن أحد الفقه وهذه مسألة شرعية ينبغي أن تعلم للجميع أن نتعلم المسائل الابتلائية واجب ما معنى المسائل الابتلائية؟ المسائل التي يبتلى بها الإنسان يعني مثلا كمسائل الصلاة مثلا مسائل الصيام مثلا هذه مسائل يبتلى بها الإنسان في حياته دائما واجب شرعي عليك أن تتعلمها ما يصير تتركها هكذا تتعلم المسائل التي تحتاجها خصوصا أنت الآن مقيم مثلا في بلدك تتعلم الصلاة أحكام الصلاة للمقيم حين تريد أن تسافر واجب عليك أن تتعلم قبل السفر أحكام صلاة المسافر متى تقصر الصلاة متى المسافة الشرعية الأحكام في هذه المسائل كلها يجب أن تكون معلومة لديك تريد أن تعمل بالتجارة تشتغل بالتجارة عليك أن تتعلم مسائل التجارة البيع المعاملات الأخذ الشراء العطاء إلى آخرين فلا يصير هناك إهمال لأنه نعلم طبعا أنه عادة المجتمع البكري غارق في الإهمال يعني ما يتعلمون يعني قليل من يتعلم وعنده دائما تساهل شديد يعني كل شيء غفر الله لك وخلص ومحلوله ويسأل أي واحد شيخ وأي واحد هنا إشعيط معيط أي واحد يسأل وهذا يعطيه أي جواب وأي كلام وذبه براس عالم واطلع سالم يعني هذا هو عموما الموجود في أوساط أهل الخلافة إحنا ما عندنا هذا الكلام إحنا ما عندنا هذا الكلام إحنا عندنا شيء اسمه الرسالة العملية راويهم إياه هذه؟ راويهم إياه؟ خلي خلي عليها المخرج هذه شوفوا هذه تسمى الرسالة العملية شنع رسالة عملية؟ يعني مجموعة مسائل وفقهية أحكام بلغة مبسطة مكتوبة بلغة مبسطة عصرية يكتبها مرجع التقليد أي ذلك العالم الذي له صلاحية الإفتاء لأنه ليس كل عالم عندنا له صلاحية الإفتاء ما عندنا هذه الفوضى الإفتائية أو الفتوائية كما عند أهل الخلاف لابد يكون حائز على النصاب معين ومستوفيا لشروط معينة حتى يتمكن أن تكون له صلاحية أن يفتي يفتي الناس ويقول هذا حلال وهذا حرام فكل عالم من هذا الطراز يؤلف كتابا بعنوان ما مثلا كتاب السيد المرجع بعنوان المسائل الإسلامية مثلا يعني هذه يصطلح عليها الرسالة العملية أي ما تعمل أنت به من عبادات ومعاملات هذه لا بد أن يطلع عليها الإنسان الآن بالوسائل الحديثة يروح يطلع عليها من خلال الإنترنت مثلا مو شرط أن يحصل على النسخة المطبوعة مثلا يروح يراجع مثلا الدروس الفقهية ولو المبسطة المسائل الفقهية الابتلائية عندنا سلسلة سويناها اسمها فقه العترة الميسر مسائل وأحكام قضايا ابتلائية أيضا في تمثيل عملي مقطع أيضا أي مقطع أيضا تمثيل عملي لكيفية أداء الوضوء الأخ المهتدي كيف يصلي أي مثلا هذه الأمور إن شاء الله كل إنسان متشيع عليه ما إن يتشيع يجتهد يتعلم دينا وترى هذا ممكن الأشياء الأساسية إذا يجتهد لمدة شهر يعني مدة شهر شوي يتفرغ ويهتم أكثر راح يعبر مرحلة الخطر إنجاز التعبير يعني يلاقي صحح من نفسه الكثير بس مدة شهر حقيقة يعني بس شوي يجتهد حتى لو مثلا يخلي هذا الشهر مثلا ياخذ إجازة مفتوحة مثلا من عمل مثلا أو كذا يعني يفرغ نفسه يحاول يصرف يوميا ساعات في تعلم هذه المسائل واستيعابها ويسأل ويتواصل مع بعض الإخوة مثلا بالمكتب يحاول يسأل مثلا أحكام دينا فإن شاء الله تعالى يكون قد عبر مرحلة الخطر وأعني بها أنه يؤدي أعمالا تظهر باطلة اللي فات مات راح خلص اللي فات قبل التشيع يعني قبل التشيع كنت أنت تصلي خطأا كنت تتوضأ خطأا كنت تصوم خطأا هذا كله مغفور لك إن شاء الله اللي خلص بعد اللي راح راح الكلام كله الكلام من لحظة الهداية أنت الآن دخلت الإسلام الحقيقي بعد ما يصير اللي فات مات من الآن ما يصير بعد خلص حتى لو بعد عشر سنوات تكتشف أنه في أول يومين من تشيعك أنت كنت تتأدي صلاة خطأ لازم تعيدها وضوءك كان خطأ كما تتوضأ مثلا نكسا الوضوء المنكوس اللي عندها للخلاف يعني يروح شي سوي يقوم يصب الماء من رؤوس الأصابع إلى المرافق عرفتش لون؟ وهذا وضوء منكوس هذا مخالف لفقه آل محمد عليه وسلم الوضوء عندنا من المرافق إلى رؤوس الأصابع وشرحنا أنهم ما فهموا الآية القرآنية آل محمد يفهمون الآية القرآنية وهم الذين شرحوها في بيان صفة الوضوء على اي تحال أو يغسل رجليه مثلا هذا وضوء باطل ليجب أن يمسح رجليه مثلا أو يصلي مكفرا أي قابضا بهذه الطريقة هذه صلاة باطلة بدعة لا يجوز وربما سيأتينا إذا تسنى لنا الوقت في هذه الجلسات المباركة أنه هذه الصلاة يعني بهذه الكيفية هي صلاة المجوس وصلاة بعض الفرق اليهودية القديمة والباقية إلى الآن أيضا أن بعضهم يصلي أيضا بهذه الطريقة وهذه أيضا من أوجه تهويد وتحريف الدين الإسلامي أنه كيف صار عندنا حتى صلاتنا تغيرت يعني مع الأسف فإحنا يجب أن نعتمد هذا المبدأ أننا في فقهنا نرجع إلى أئمة أهل البيت النبوي فقط كيفية الصلاة نأخذها منهم كيفية الوضوء كيفية الغسل كيفية الزكاة الأحكام الزكاة الخمس الصيام الحج كل هذا كل الأحكام نأخذها فقط من أهل البيت عليهما والسلام هناك كثير أشياء شائعة ومتوارثة والناس ماشي عليها ولكن لا أصل لها في فقه أهل البيت عليهما والسلام يجب أن تصحح مثل شائع مثلا عند كثير من النساء أنها إذا وضعت مولودها تبقى في نفاس يسقط عنها تسقط عنها الصلاة لمدة أربعين يوم ما تصلي يقول لها ليش ما تصلي يقول أنا في نفاس الصلاة ساقطة عن النفساء المرأة النفساء صحيح ولكن عند آل محمد عليهما والسلام أقصاه عشرة أيام وفي تفصيل فقه أيضا ممكن يكون حسب دورتها مثلا سبعة أيام الباقي تعمل بأعمال مستحاضة إذا استمر الدم فوق عشرة أيام في تفصيل فقه المهم أكثر من عشرة أيام مستحيل ما يصير حتى لو متواصل الدم حتى لو متواصل الباقي تعمل أعمال مستحاضة هذا فقه أهل محمد عليه السلام مو هذا الفقه المخربط هذا اللي موجود عند أهل أربعين يوم ما تصلي هذا ما يصير فلابد من تصحيح هذه الأشياء لأنه هذا أمر دين أيها الإخوة حرام واحد بعدين يكتشف سنوات صلاة كلها غلط لأنه وضوء غلط مثلا سنوات سنوات ماهتم بدينه ما تعب على نفسه حتى يعرف كيفية أداء الوضوء الصحيح الصلاة الصحيحة صلاة عمود الدين هذا أهم شيء أكثر ما تبتلى به يوميا هو موضوع الصلاة دخول الوقت أحكام الصلاة الشكوك في الصلاة مبطلات الصلاة شرائط الصلاة الصلاة الواجبة تعلمون كم شرطا لها كم واجبا في الصلاة كم واجبا في الصلاة كم واجبا في الصلاة ألف واجب صدق؟ الشهيد الأول له كتاب اسمه الألفية ليش مسميه ألفية؟ لأنه يعدد فيه ألف واجب في الصلاة صدق؟ هاي بس الصلاة أي صلاة أدية فيها ألف واجب وعنده كتاب آخر اسمه نفلية يعني نوافل الصلاة أو مستحبات الصلاة النفل فيها كم مسألة فيه؟ كم نفل أكو في الصلاة؟ كم مستحب؟ ثلاثة ألاف المجموعة شكيد؟ أربعة ألاف آمنوا متعلمهن؟ فالقضية إحنا شوفوا أهل البيت عليه وسام علمونا على الدق وعلى أن نتفقه وعلى أن ندقق في ديننا مو أنه نجعل الحبل على الغارب هكذا ونتساهل ونمشي الأمور ويلا وخلي نمشيها وإلى آخره هذا ما يصير فإن شاء الله جميع الإخوة المؤمنين المهتدين الجدد يجتهدون في التفقه وتعلم أحكام دينهم طبقا لفقه آل محمد عليه الصلاة والسلام والأمر سهل ويسير متوفر الآن بسبب الفضائيات والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ومشاكل